أخدكم لقصة المعسكر والمعسكر مهم جدا جدا استنادي وحسنا فعلت إدارة النادي الأهلي إنها قررت إنه يكون المعسكر ده خارجي طبعا تم الاستقرار على النمسا عشان تكون معسكر نادي الأهلي الخارجي اللي هيبدأ يوم 28 إن شاء الله الفرقة ترجع 24 تحضر نفسها في قياسات بدرية وتدريبات تأهيلية وبالفعل الجهاز الإداري انتهى من استخراج كل التعشيريات الخاصة بأعضاء بعثة اللي هتسافر للنمسا عشان يعني تخوض بقى معسكر التحضير لاستعداد للموسم الجديد وخصوصا ومن هنا بتيجي الأهمال كنت بكلم عليها إنه تقل كله في النص أو في الربع الأول من الموسم لو اعتبرت إنه أول ثلاث شهور بيمثله تلت الموسم خلينا نقول تلت الموسم فأنت عندك ثلاث ألقاب مهمة جدا 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 من حيث الناحية الفنية ومن حيث القيمة المالية أو القيمة المادية لما كسب البطولات دي أولهم وأهمهم بالنسبة لناحية الجماهرية هي كاس العالم كاس العالم اللي هتلاعب في الفترة أعتقد من 22 ديسمبر هقول لكم التواريخ بالزبط لكن هو في نهاية ديسمبر هتصطديفه مدينة جدا ويشارك فيه طبعا اتحاد جدا ممثلا عن المملكة العربية السعودية ويشارك فيه المان سيتي وأبطال العالم زي ما أنتم عارفين فدي بطولة بيسعى فيها النادي الأهلي وطموح جماهي النادي الأهلي إن هم بإذن الله لو خدمتنا القرعة اللي هنتكلم عليها دلوقتي إن انت توصل مباراة نهائية لا أعتقد إنه فرص الأهلي فرص الأهلي في وصول المباراة نهائية إذا ما خدمته القرعة وبعدته عن الستية تحديدا هتكون كبيرة جدا بإذن الله إن شاء الله بإذن الله رهان كبير جدا على أهلي الموسم ده دي البطولة الأولى في شهر 12 يعني نكلم في 3 شهور تقريبا من دلوقتي عندك بعد كده البطولة الأولى اللي هتبدأ بقى التانية يمكن من حيث الأهمية لكن الأولى من حيث من حيث القيمة المادية للجواز بتاعتها ومن حيث قدرتك على يعني تحيي اللقب كونك واحد من أبرز المرشحي بتلعب في بطولة الدولي الأفريقي نسخة رقم واحد البطولة الأكثر يعني اهتماما من الاتحاد الأفريقي بما أنها بطولة وليدة وفيها قصة الرعاية وفيها قصة الجواز المالية وفيها قصة التمانية الكبار في أفريقيا والبطولة دي هتبتدي في نهاية شهر 11 وتنتهي في بداية سوريا هتبتدي في نهاية شهر 10 وتنتهي في نهاية أو في بداية شهر 11 من 20 أكتوبر ل11 نوفمبر على وجه التحديد وعندك البطولة الأولى من حيث الموعيد ودي في بداية الموسم يعني بداية الموسم خمستاشر تسعة هيكون معاد السوبر الإفريقي الأهلي في مواجهة الاتحاد العاصمة يعني دي الأجندة بتاعت أول ثلاث شهور في الموسم من هنا بتيجي أهمية المعسكر الإعداد إن شاء الله واللي بأكد لحضراتكم أنه إن شاء الله كل العابة الأهلي هتكون جاهزة وهتكون موجودة في المعسكر حتى اللي ممكن ما يشاركش فيه أو يعني ما يخدش الجرعة الكاملة في معسكر الإعداد والتحضير ممكن يكون كريم شوية كريم فؤاد لكن كل العابة الأهلي جاهزة كأكرم توفيق إمام عشور متولي السولية كل العابة الأهلي جاهزة بالسلساء طبعا اللي سابونا الموسم ده برونو سافيو علي لطفي محمد شريف حمد فاتحي طبعا لخارجوا مقايمة النادي الأهلي